أول زيارة خارجية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كانت وجهتها العراق التقت خلالها بنظيرها العراقي محمد الشياء السوداني ورئيسي جمهورية والبرلمان العراقيين بالإضافة إلى مسؤولين في حكومة أقليم كردستان هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وروما على أسس اقتصادية ومنها لتعاون مشترك في مجالات الطاقة والأمن والتغيرات المناخية بينا استعدادنا لتنمية التعاون الاقتصادي في كافة المجالات خصوصا في مجالات الزراعة والمياه والصحة العراق لديها خطط واعدة في مجال الطاقة نفط والغاز هناك شركات إيطالية عاملة في العراق نأمل المزيد من الشركات المتخصصة رئيس الوزراء العراقي أكد أن العراق يتطلع لتطوير علاقاته مع إيطاليا من خلال جذب الاستثمارات الإيطالية في مجالات الطاقة والصحة والزراعة وشاطرته رئيسة الوزراء الإيطالية في ضرورة تدعيم العلاقات وتقويتها بين الجانبين نهنئ الشعب العراقي والقوات العراقية على النجاحات التي تم تحقيقها في الحرب على داعش العراق أنجز خطوات كبيرة في مجال الاستقرار الأمني وكنا دائما إلى جانب العراق على الصعيدين الأمني والاقتصادي لا يمكن أن يزدهر الشرق الأوسط بدون وجود عراق قوي مستعدون الاستمرار في التعاون مع العراق وخلال السنوات الأخيرة يسعى العراق لتوسيع مجالات علاقاته الخارجية مع دول المنطقة والاتحاد الأوروبي بما يضمن استقراره الداخلي ودعم الاقتصاد العراقي بشتى الطرق مصطفى القطان قناة الغد بغداد